طيب عندنا العسل والبلح واللبن العسل والبلح واللبن دول اسرع علاج خلقه ربنا على وجه الارض للانيميا ولهشاشة العظام ركز معي بقى تلت بلحات من تلاتة لسبعة من تصبح بسلاسة تمراته في رواية بسبع تمرات لم يصبوا في ذلك اليوم سم ولا سحر خلي بالك معي بقى يبقى هم تلت بلحات صغيرين بقطعهم هات الصغيرة احطهم على كباية الزبادي اولاب الرايب او لبن عادي لو ليك في اللبن ومع لها تعسل الصغيرة بسم الله وخدهم قبل ما تبشي ودول بند يوم للاولاد والبنات قبل ما يطلعوا المدرسة قبل ما يطلعوا تدريب الرياضة العيال راحة سباحة راحة كورة راحة مش عارف ايه اسكيت مش كباية زبادي او نص نص كباية زبادي نص وعليها معلقة عسل وبلحتين متقطعين اقوى علاج واسرع علاج للانيميا واقوى واسرع علاج لهشاشة العظام لكبار السن احلى من كده خليها مشروب يهود سهلة سهلة جرب يعني خد مني وجرب خد مني وسر يلا عندنا بقى احلى مشروب خلقوا ربنا اقوى مضاد ضحية وعلى وجه الارض انا عملت تجارب جبت تلاتين اربعين عشب وعلى كل عشب نص كباية مية وبدأت اتسجل نوتس ملاحظات كل يوم فلاقيت ان الزنجبيل ساعة بيتخمر العرقسوس بيتخمر مش عارف حين بيتخمر تمس حاجات ما بتتخمرش خالص زي القرفة والقرنفل ومر بطارخ والرويند ولبان الدكرة فعملت منهم اقوى مضاد بحيوي على وش الارض اقوى مضاد دحيوي معنى ايه بمعنى انت تجيب اه اه مثلا خمسين جرام قرنفل خمسين جرام ارفع خمسين جرام مر بطارخ خمسين جرام رايوند خمسين جرام ايه لباندك بتتحانوا على بقى? باندك اه يبقى انا عملت على دين تجارب اول في كلية العلوم اربع سنين وبعدين خدت ماجستيرو علوم قعدت فيه خمس ست سنين سنة تسعين وبعدين خدت دكتورات في المناعة والمواد الغذائية اللي هو علاج المواد الطبيعية ضد الاشعاع والسموم والسرطان وخدت الدكتورات دي سنة ستة وتسعين وبعدين دخلت كله الطب. فلما دخلت كله الطب خدت اولة وتانية وتالتة وربعة وخمسة وستة. وسبعة لغاية لما اتخرجت سنة الفين وواحد. ومن الفين وواحد لغاية الفين تلاتة وعشرية انا بشتغل في الطب. بعد الطب ما سكبتش. خدت دبلون باسولوجي وخدت دبلون باطنة وتقدمت للدكتورات. ويا ما سقطت ويا مرطمت على وشي. ويا ما اخدت خوزين. بس في الاخر طلعت بحاجات تنفع الناس. فاللي انا بقوله ده تجارب انا عملي في حيات ما قلت لحد على حاجة ما جربتاش. انا مرة قلت الواحد وصفت له القرونفل علاج. فانا قلت له تاخد معلية قرونفل. فرا عزمني مرة وحط معلية قرونفل على كوباية مية. وبعدين الدهاج لقيتها مرة شوية عملتلي مغس قلقتني. قال لي يا دكتور معلية قرونفل كتير. معلية قرونفل تنفع للدهان. للشعر. واحدة جتلي من اسكندرية. كان عندها قرحة. قرحة كبيرة في ظهرها. ما بتلحمش. بلى. كم سنة. فلما سمعت ان مغلق قرونفل مع المضاد الحية وده بيلحم. قالت لي غاليت معلقتين قرونفل في خمس ست كبات مية وحطتهم جنبي. وبقيت اجيب الشاشة. اطبقها كزا تطبيقة وحطها في المحلول القرونفل وحطها على ايه? على القرحة. تلات مرات في اليوم. بتقسم بالله. تلات ايام القرحة قفلت اللي سنين ما افريدش. فالقرونفل ده اقوى واسرع لحامل الجروح. قرونفل آآ دهان وعرقصوص شرب لو ليت في العرقصوص. معلقة العرقصوص الصبح وبالليل تلحم اي جرح ولو على ملايك جرحي. فاذا اللي انا بقوله ده تجارب. وانا لا يمكن اقول على حاجة انا مجربتاش. انا عشان اعمل المشروب ده. لازم اقول نعمله ازاي? وقرريني الناس تعمل ازاي? على فكرة انا عملنا افلام على كل ده. انت عارف القرونفل ومربع طارق والروند واللي بان ذكر ده. كان عندي دروس مؤلمة جدا. وروحت الكل اطباعي الاسنان. بديني مسكن ومخدر موضعي وكزا وكزا. وبعدين في ليلة مش عارفة نعم. حط مخدر بعد ربع ساعة تعبان. مخدر ربع ساعة نعم. جبت آآ حتة ارفعدان. ارفعدان. وحطيت عليها شوية بودرة آآ ارونفل. وبودرة ارفة. وكان عندي شوية بون. وكان عندي نقطتين عسل. وروحت حطتها على مكان الالب. واخصم نمت. نمت تلاتة ربع خمس ساعة الصبحية. شيلتها لقيتها مجمع صديد. ومحدش جمع الصديد اللي التركيبة دي. التركيبة دي بتجمع الصديد في الغرغرينة. في الرجلين اللي فيها غرغرينة. الضياباتي كفود. الناس اللي عندها جروح ما بتلمش. اللي عندها اسنان ما لهاش علاج. اصدرنا بقول كلام غالي قوي. مفيش مضادح. يعني اقولك على حاجة عندنا في المستشفى بكتيريا. اسمها بكتيريا. يعني ما بينفعش معها ولا مضادحية. بسموها مارسا سترين وبسموها حاجة تانية. ينفع معها. لان هي لسه ما خدتش مناعة من ده. سهلة? ده اقوى مضادحية. طيب ايه تاني? عندنا البقدونس والكرافس والفجل والبصل والجزر والحاجات دي كلها. بنعمل منها حاجة من اتنين. يا مبشور يا صور. مبشور ان انا سناني كويسة واقدر اقطع بصلايا وجزرايا وكرافس وبقدونس. محطيتش قطة وخيار. محطيتش قطة وخيار. عشان الناس ما بتعرفش بالسلطة ببلادنا غير القطة وخيار. لكن انا اقدر اكتب المشروب الاخضر. المشروب الاخضر ده ممكن ان انا اقطعه واخده بالمعلامة ابشور ما بحط. حط عليه التفاحية? اه. حط البنجرايا? اه. ماشي? كده يعني. وممكن لو انا ما عنديش سنان تمضغه احط ربع كيلو ربع كيلو في الخلاط واضربه في الخلاط واشربه. ده بينفع لعلاج السرطانات. ده اسمو فيتوسيرابي. ده اللي انا عملت في دكتوراه. ده علاج الخلايا السرطانية. وسع الاوعية. يشيل الدهون من الجسم. متهيال انا قلتها كزا مرء اوعى تاكل من غير السلطة الخضر. بس السلطة الخضر مش ما انا قطو بخيوة. السلطة الخضر معنا ده. بقدونس كرفس بصل جزر كل الحاجات الايه? الخضر. ممكن فلفل الوان اخضر? ممكن. طيب ايه تاني? عندنا كمان اه مغلي اه معلقة كوزبارة. هو اخونا كتابة ملعبة لكن هي معلقة كوزبارة. الكوزبارة النشفة كنز. وهقولك على سر قنبلة. لو انا جبت معلقة كوزبارة وغليتها في كوبايتين مية. معلقة صغيرة بكوبايتين مية. حلو? معلقة الكوزبارة دي تضبط السكر. وتضبط الضغط. وتضبط الغدى. احنا عندنا دي معلقة الكوزبارة دي سحر. كوزبارة في كل بيت. لو انا دلوقتي سكري ربعمية. لو ما ضغط معلقة كوزبارة اقسم بجلالي بعد ساعة بقى ترتمية. ايه رأيك? يبقى الكوزبارة تضبط ضغط? تضبط ايه? سكر. تحطها عالطعمية. ممكن احطها عالطعمية كوزبارة? ليه? عشان شير المغس. طيب. التفاول عندنا بيساوي خمسة وسبعين في المية من الشفاء. يعني بيكونوا عندي ثقة في اللي انا اخيف. لكن الدكتور ده قال لي مفيش فايد. وده قال لي مفيش فايد. وده قال لي مفيش فايد. كلهم قفلوا باب رحمة ربنا. طب فين ربنا? ايه موضوع كده? في ناس قفلت باب رحمة ربنا. خلق ما فيش امل. فيش فايدة. وربنا فين? ربنا فين? لو عندك يقين في الله. زي ما يقولك كده? انا عنده ظن عبدبي. وهو لك على حاجة جميلة جدا. من كان يعبد الله كمن ليس كمثليه شيء. فالله يعامله كمن ليس كمثليه شيء. يعني كما تدينه ايه? تدين. في حدوتة جميلة اوي. كان بيحكالنا احد الافاضل. فبيقول انه فار صغير كان مصاحب فيه اه مصاحب جمل. فا الفار عزم الجمل على الجحر بتاعه. الفار عزم الجمل على الجحر بتاعه. فالجمل قاله لا يعني اما تحب حد على قدك يعني تعزم حد على قدك. واما لما تعزم حد كبير تحضر له حاجة على قده. الكلام ده لازمته ايه معانا احنا? احنا بنحب ربنا. يا اما نعبد ربنا معاملة الاله العظيم. يا اما احنا بنضحك على بعض. فيه اولاد بيقروا القرآن زي ما يكون استغفراء العظيم. يعني ينسلوهم نصر البقل كانوا بيتف نوة. تسمع القرآن منه تتأزى. ايه ده? ده قرآن ته? وفيه حد تقرى القرآن طلعي تطلع من قلبه كده. بتحيز او الله العظيم. فيه ناس كده تسمع لها القرآن جميلة. مش عاوس. مش عاوس تسيبها. وفيه ناس ترى القرآن كده تقعد تستنى تنصد كده. ويصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا انصيته. ده الجن. ولاد العفارين. طيب. فالتفاول عندنا خمسة عمين في المشاهدة. اللي اقول له. القى الله في روعك انها تخف والله لا تخف. وانها محلها القلب والشفاء محل القلب.